قتال محتدم في شرق أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية وباتت مدينة سيفيرو دونتسك أهم نقاط المواجهات في محاولة من الجانبين لحسم الوضع فيها لصالحه وتشهد شوارع المدينة الواقعة في إقليم لوغانسك التابع لمنطقة دومباس مواجهات ميدانية يقول كل الجانبين إنها تميل لصالحه فروسيا تضيق الخناقة على سيفيرو دونتسك وتؤكد أن السيطرة الكاملة عليها باتت مسألة وقت أما كييف فأكدت أن قواتها تواصل الدفاع عن المدينة ولم تنسحب منها وقال رئيس الأوكراني فلودي ميرزينسك إن قوات بلاده تحافظ على مواقعها وإن منطقة دومباس ما تزال قوية وصامدة أبطالنا يحافظون على مواقعهم في سيفيرو دونتسك والمعارك الشرسة مستمرة في شوارع المدينة يحاول الجيش الروسي الاستعانة بقوات إضافية في دومباس ولكن بعد مضي 103 أيام على الحرب ما زالت دومباس الأوكرانية صامدة بحزم وفي خطابه أشاد زينسكي بما قال إنه دعم بريطاني سخي بالسلاح والعتاد قائلا إن لندن تزود بلاده بالأسلحة المناسبة أما في بريطانيا فقالت الاستخبارات إن الجيش الروسي يسعى لتطويق مدينة سيفيرو دونتسك من الشمال والجنوب للتزامن مع تكفيف القصف بالقذائف الثقيلة وفي ظل القتال المحتدم تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالشأن استهداف المدنيين فقد قال مسؤولون أوكرانيون إن القصف الروسي استهدف مناطق مدنية عدة في دومباس فيما تحدث الإعلام الروسي عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين نتيجة قصف مدفعي أوكراني استهدف دومباس ومناطق داخل روسيا أما القتال بين الجانبين فيبدو أنه يمثل بالنسبة لكلهما أهم مرحلة في العمليات العسكرية التي ستحسم مستقبل منطقة دومباس